يبدو أن محاولات تنظيم داعش في إعادة بسط وجوده لا تزال مستمرة فبعد انهياره في الموصل والرقة ها هو اليوم يحاول أن يجد متنفسا له في المناطق المحاذية للحدود بين العراق وسوريا والتي أصبحت ملجأا لمن بقي من مقاتليه في بداية ظهوره ارتكز داعش على مناطق شرقي سوريا واستخدمها كعمق استراتيجي له خصوصا أنها شهدت انطلاقته خلال الفترة بين 2013 و2014 لجعل العراق وسوريا ساحة موحدة له اليوم وبعد إفلاسه على الأرض اختار تنظيم المعبر الحدودي ليكون ملاذا بيئيا يحتاجه لاسترجاع قدراته عناصر كثيرة تبدو مساعدة لداعش عناصر كشف عنها تقرير نشره مركز جلوبال بوليسي الأمريكي للدراسات الأمنية الذي أكد أن أغلب المناطق الحدودية أصبحت خارجة عن سيطرة الدولة مع ضعف الرقابة الأمنية على الحدود من الجانبين ووجود أنفاق وشبكات تهريب تقليدية محترفة كذلك مع وجود مزارعين وقبائل وجماعات يشتركون بأنشطة تهريب غير شرعية تمتد من شمال منطقة أم الإجريس إلى جنوب فيشخابور غرب محافظة نينوة التقرير الذي كان مطولا نسبيا كشف أن داعش ينمو في تلك المنطقة ومستمر بالاستفادة من الظروف هناك وهو ما حذر منه مسؤولون استخباريون عراقيون وأكدوا قيام شبكات تهريب محلية وشبكات تابعة لداعش باستخدام قنوات ومسالك في العراق وسوريا لهذا الغرض تقارير أمنية عراقية بدورها أكدت أن شبكات تهريب لبقايا داعش ما تزال قادرة على تهريب بضائع وأفراد ونفط وأسلحة ومخدرات عبر الحدود مع سوريا يجنون من ذلك أكثر من مائة ألف دولار باليوم وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 استطاع أكثر من ألف مقاتل من داعش التسلل عبر الحدود بمجابيع صغيرة بمساعدة شبكات تهريب محلية موجودة منذ زمن طويل فضلا عن عمليات رشاوة لعناصر أمنية فاسدة وزعماء عشائر في عام 2020 نظم داعش هياكله المحلية في منطقتين للعمليات في الجانب السوري والعراقي واجتملت على الجزيرة والأنبار في الجانب العراقي وحوض الفرات وشمال الحسكة إلى التنف والصحراء الغربية على امتداد الفرات في الجانب السوري ووفق التقرير إعادة التنظيم هو دليل على أهمية تلك المنطقة لداعش فمن الذي يجهزه داعش ومن الذي تجهزه القوات الأمنية لإحباط مخططاته